بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جفاف الوجه من أهم المشاكل التي تعاني منها بعض السيدات والبنات في فصل الخريف أو مع بداية فصل الشتاء جفاف البشرة يشكل حرش كبير في مظهر الوجه اليدين والقدمين وأسباب جفاف البشرة تكرار غسل اليدين والقدمين بالماء والصابون لأن الصابون يعمل على تجفيف البشرة عدم تجفيف البشرة بعد غسلها مباشرة كذلك التعرض لتيارات هوائية باردة وبشرة كيم مبلولة عدم إزالة مكياجك عن سطح البشرة قبل النوم لأن بقاء المكياج يعيق تنفس البشرة وامتصاصها للأكسجين اتباع حمية غذائية قاسية دون مراعاة نظام غذائي متوازن كذلك فقر الدم ونقصة نسبة بعض المعادن والفيتامينات من الجسم استخدام نوعيات قوية من المنظفات تنظيف المنزل بمنظفات قوية تحتوي على نسبة عالية من الكحول وكذلك غسل بشرتك بأنواع رديئة من الغسول أو الصابون علاج جفاف البشرة بمكونات متوفرة في البيت سهلة واقتصادية صالحة لجميع أنواع البشرة بما فيهم الحساسة الماسك هذا رائع جدا وتضعه صاحبة البشرة الحساسة وبكل إطمئنان نحتاج للحليب الزبادي الطبيعي الزبادي الطبيعي أو اليوغرط بما يسمى في العراق ودول عربية أخرى بالروبة يوغرط طبيعي ونحتاج كذلك لعصير الخيار بقشره نأخذ حبة خيار مغسولة ومنظفة توضع في الخلاط مع ربع كوب من الماء تعصر جيدا بقشرها لا تصفى فاللبن الزبادي أو اليوغرط الطبيعي يحتوي على خمائرات طبيعية تعمل على تخلص مناء الجلد الميت وكذلك يحتوي على حمض اللبنيك وهو من أنواع الأحماض الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة وكذلك الخيار رائع جدا في هذه الوصفة طبيعي 100% يحتوي على نسبة 90% من الماء وبالتالي فهو من الخضروات المثالية التي من شأنها ترطيب البشرة والتخلص من مشكلة جفافها ومن أول استخدام بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من المواد والعناصر التي تعمل على تغذية البشرة تحافظ على جمالها تبيضها تمدها بالفيتامينات ومواد مضادة للأكسدة عفوا طريق التحضير هذا الماسك نحتاج لملعقة طعام كبيرة من الزبادي نضع عليها 2 ملاعق شاي من عصير الخيار قلت بقشرة نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل حتى الحصول على هذا الماسك الرائع جدا لعلاج جفاف البشرة قلت خصوصا في هذا الفصل يوزع هذا الماسك على بشرة نظيفة تكون البشرة نظيفة من الرقبة حتى بشرة الوجه يمكن وضعه على اليدين ويمكن وضعه على منطقة على الصدر وكل الأماكن الجافة بجسمك يمكن وضع هذا الماسك يترك لمدة 30 دقيقة وبعدها يغسل بماء فاتر ثم ماء بارد ويجب ترطيب البشرة بواسطة المرطب الخاص بك أو بواسطة كريم مرطب للبشرة يمكن استخدام كريم نيفيا وإضافة عليه إذا كانت بشرتك جافة جدا أضيفي على كريم نيفيا ملعقة شاي صغيرة من زيت السمسم واستخدميها لترطيب بشرتك رائعة جدا لعلاج جفاف البشرة الجافة جدا وعلاج القشور منها هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل المرضعات الرجال كذلك يمكنهم استخدامها البنات الصغار من عمر خمس سنوات فما فوق يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان حفظ هذا الماسك يكون لمدة أسبوع كامل في الثلاجة استخدمي هذه الوصفة بشكل يومي ومن أول استخدام سترضيكي النتيجة بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة